الفيجارو تتحدث ايضا في نفس الموضوع ولكن مكران ديناميت لپارتي سوسياليست بمعنى سوسياليست عفوا بمعنى انه مكران وكأنه ينصف الحزب الاشتراكي الصحيفة اشارت الى ما اسمته الازمة اللي بتعصف بالحزب الاشتراكي الان بعد الهزيمة اللي وصفتها بانها هزيمة مدوية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وانها هزيمة يخشى ان تتكرر بشكل واضح ولكن الناسة هذه المرة ستكون هزيمة تاريخية في الانتخابات البرلمانية اللي ستجرأ الشهر المقبل بيتكلموا في الفيجارو عن ما اسموها بانقسامات عميقة داخل الحزب الاشتراكي نفسه والمنافسة داخله على فكرة الانضمام لحركة السير للامام اللي تحولت الان لحركة ايمانوال مكران تحولت الى الجمهورية الى الامام بعد فوز مكران بالرئاسة يتحدثوا عن ان في جناحين داخل الحزب الاشتراكي الجناح اللي بيتزعمه المفترض دلوقتي ايمانوال فالس اللي هو كان رئيس الحكومة الاشتراكي السابق واللي بيقول ان هو لديه النية واعلن بوضوح الانضمام لمعسكر الرئيس الجديد على نقيد التيار اليميني داخل الحزب اللي بيسميه تسميه الفجاروه التيار اليميني داخل الحزب الاشتراكي اللي بيصف نفسه بانه طيار تقدمي وطيار اصلاحي ده المفترض كان ايمانوال فالس على اليسار تماما بنوع امان وبنوع امان اللي كان مرشح ايضا في هذه الانتخابات عن الحزب الاشتراكي وهو الجناح اللي تسميه الفجاروه الجناح الايسر للحزب الاشتراكي اللي اعلن بشكل واضح رفضه للانضمام لحركة مكران او لحركة الجمهورية الى الامام ومصمم ان هو بشكل او باخر سيدخل فيه بعض التحالفات في هذه الانتخابات البرلمية ولن ينضم الى حركة مكران وبالتالي حتى هذه اللحظة ربما يتوقع البعض انه اليسار داخل الحزب الاشتراكي ربما يعقد اتفاقات مع اقصى اليسار وهو ميلانشان فيما يخص الانتخابات البرلمانية حتى هذه اللحظة الخلاصة انه الحزب الاشتراكي يعاني بجناحيها او بطياريها التقدمي بوجود امانويل فالس واليساري بوجود بنوع امام